أكد مستشفى العدان عن توفر كميات الأدوية الخاصة بمرض الجرب في المستشفى رئيس قسم الصيدلية والمخازن الطبية بالمستشفى الصيدلي إحسين رعنزي أوضح أن الكميات المطلوبة من إدارة المستودعات الطبية وفق المعدل الطبيعي نافيا في الوقت ذاته وجود أي نقص أو زيادة مفاجئة في طلبها وذكر أنه بالنسبة للأدوية التحضيرية لمرض الجرب فيتم تحضيرها بالمعمل كما يوجد في صيدلية عيادة الجلدية والحوادث مجددا طمأنته للمواطنين والمقيمين بعدم وجود أي نقص في أدوية مرض الجرب أو أي نوع آخر من الأدوية